مرة أخرى تؤكد التقارير الدولية أن الأزمة الإنسانية في اليمن ذاهبة باتجاه أكثر كارثية فيما تبدو استجابة المجتمع الدولي أقل من المفترض المجلس النرويجي للاجئين يؤكد في آخر تقاريره ارتفاع أعداد النازحين في اليمن إلى 4 ملايين و 500 ألف شخص جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين وقال بيان للمجلس أن أكثر من 4 ملايين يمني بحاجة حاليا إلى مأوى موضحان أن العديد من النازحين يعيشون في مبان عامة أو مخيمات مؤقتة العديد منها محروم من الخدمات الأساسية مشيرا إلى أن أكثر من مليون شخص في اليمن سيدخلون مرحلة الجوع عام 2017 في حال استمرار الحرب منظمة الأمم المتحدة للأممة والطفولة يونسيف بدورها قالت أن أكثر من مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد وبحاجة إلى عناية عاجلة وإن طفلا واحد على الأقل في اليمن يموت كل عشر دقائق بسبب أمراض يمكن الوقاية منها في هذا الإطار السوداوي الذي ترسمه التقارير الدولية تبدو صورة البلد أوضح بعد عامين من الحرب التي شنتها مليشي الحوثي والمخلوع وهي تخطو كل لحظة خطوة باتجاه كارثة إنسانية كبرى فيما تبدو استجابة المجتمع الدولي أقل بكثير مما يفترض أن تكون عليه إذا أزمة إنسانية كهذه تتفاقم على مرأة ومسمع منه دون أن يكون تحرك كافيا لإنقاذ ألاف المدنيين العالقين بين القذائف